بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في هساب yummy english للتعليم اللغة الانجليزية بطرق سهلة اول درس رح ناخذه هو افعال بي افعال الكينونة فير بي اللي هي am is are am is are اول شي عندي الاثبات رح يكون عندكم positive or affirmative يعني تلاقونها في كتاب مكتوبة positive او affirmative معناها الاثبات يعني الجملة الطبيعية او الصيغة الطبيعية للجمل i رح تجمعها am i am he و she it رح تكون معها is he is she is it is he للذكر she للأنثى it للجماد والحيوان we you they are تجمعهم are we are we are you are they are نحن انتم انتم او انت they are هم i am انا اختصارا رح اقول i'm i'm بدل الايام رح تكون i'm هذي افضل في النطق هذي افضل في النطق في لما نجري نتحدث تكون سهلة علينا he is رح تكون his she is she's it is it's we are where you are you're there they are there there اذا هذي الصيغة العادية وهذه الصيغة المختصرة في النفي negative negative يعني النفي رح اقول i am not رح نضيف not بعد افعال البي اللي الام والإز والار هنا رح اضيف not i am not he is not she is not it is not we are not you are not they are not اختصارا رح اقول i'm not i'm not he's not she's not it's not we're not you're not they're not او اقدر اقول he isn't she isn't it isn't we aren't you aren't they aren't كل الصغتين صحيحة ناخذ أمثلة علشان نفهم افعال to be او البي او افعال الكينونة i'm cold هذه الصغار رح تكون عندي في affirmative او positive يعني في الاثبات i'm cold انا بردان i'm 30 years old انا عمري 30 sarah is ill sarah مريضة she's in bed هي في السرير هنا اللاحق لما كتبت sarah is ill كتبت الاسم اول وعدا لما اجي اتحدث معها عنها مرة ثانية رح استخدم الضمير ما اقول مرة ثانية sarah يعني لما اتحدث عنها اول مرة رح اقول sarah لما اجي ابي اتكلم عنها مرة ثانية اقول هي she's 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 in bed هي في السرير my sister is 13 years old اختي عمرها 13 it's 8 o'clock هنا استخدم it's لاني اتكلم عن ساعة it's 8 o'clock you're late انت تأخرت you're late او انتم تأخرتم sarah and i لما اتكلم عن شخصين رح استخدم are sarah and i sarah وانا good friends اصدقاء جيدون your keys are on the table ايضا لما استخدمت الار لما اتكلمت عن مجموعة من المفاتيح your keys are on the table الامثلة في النافي i'm tired هنا اختصرنا i am i'm tired but i'm not hungry لكني لست جائع لينة isn't هنا استخدمت لينة او اكتب she isn't لينة isn't interested هنا لاني اتكلمت اول شي عن لينة اذا مرة ثانية اذا جيت اتكلم عنها راح استخدم she's she's بعدين اكمل jame isn't a teacher jame isn't a teacher jame ليس معلم he's a student انه طالب هنا استخدم انفي وانا اكمل عليها بالاثبات those people aren't doctors هؤلاء الناس ليسوا طب they're teachers انهم معلمون it's sunny today اليوم مش مس but isn't warm it isn't warm لكنه ليس دافع كده يكون انتهى الدرس ان شاء الله يكون سهل عليكم واي سؤال اكتبوه في الكومنتات